رائطها فنان وممثل مسرحي نجح في رسم الابتسامة على وجه الجماهير وملأ القلوب بالسرور بفنه وأدائه المبدع شنان مسرحي موهوب احترف التمثيل مبكراً وأصبح خلال فترة وجيزة واحداً من ألمع نجوم المسرح والدراما اليمين بدأ رائطها مشواره الفني في المسرح المدرسي بعداً ومنه أيضاً كرما في أفضل ممثل مسرحي بعد حوزه بالمركز الأول في أسابقة مدرسية على مستوى المحافظة تسام يا نبيل تسام برادر كبير الخرس كان في معنا مسابقة في ثانوية عثمان عبدون في عهد الأستاذة قهرة حمود كانت الفترة ديك مسابقة بين الثانوية في مقال المسرح فشاركنا والزملاء قاسم رشاد وعدمان الخضر في هذه المسابقة وكان مجموعة كبيرة معنا صابر العرب وريمون ومجموعة كبيرة من اللي وقفوا التمثيل حالياً فاشتركنا نحن وهم وفزنا في المسابقة اللي بين الثانويات على مستوى المحافظة ومنا بعد كده تأهلنا من مستوى المحافظة بالفعل برضو كان نقاحنا في المسابقة وحصلنا على المركز الثاني والثالث في ذاك الوقت ومن هنا بدأنا نتعرف على بعض وبدأنا نفكر بأنه ليش ما نكبرش الموهبة هذه ونعمل الفرقة ونشوف حظنا يعني ايش ما نستوصر طيب خلاص حلاص انا ببلغه كانت له مشاركته الفاعلة في الكثير من الأعمال التلفزيونية الدرامية منها والبرامجية إلا أنه يفضل المسرح على ما سواه من الفنون ويميل أكثر للأدوار الكوميدية باعتبارها الأقرب إلى الجنهور والأفضل لإسعاده حتى أنا ما سمعت بوش لأنك كانت غاية يا دكتور يوم ما شرحونه لنا بكل لعا الأعمال المسرحة طبعا كثيرة إذا كان على مستوى التلفزيون فهي محدودة لكن إذا كان على مستوى حفلات التخرج على مستوى الجمع نيات المنظمة الشركات فهي كثيرة ومش خادرة حصية لأنها كانت خلال فترة طويلة يعني من العمل أهم الأعمال اللي كانت على مستوى التلفزيون طبعا هي بداية عائلة دوت كوم اللي كان أول عمل مسرحي بالنسبة لنا بعد كده قادت مسرحية حالة حالة استاهل اللي ما لاقتش حقه وما ظهرتش بشكل كبير بسبب أنه مكانية التصوير ومكانية الدكور وما كانتش كبيرة وما لاقنا شفوا رصاني نحن نصوره ونأهله إنه تعرض تلفزيونيا بعد كده قادت سيدتي الجميلة وهي تعرض كمان في القنوات بعد كده قادت مسرحية بشرع سارة معاك نازل وختاما بالنسبة لي أنها كانت في كرة أحمر لكن الفرقة استمرت في صرف غير صحي اللي أنا كانت مش متواجدت فيها نتيجة لسفري للهند في علاقة الوانية يؤكد الفنان رائطاها على أهمية الفن في الحياة ودوره المؤثر والفعال في المجتمع ويتطلع أكثر إلى اهتمام حكومي يعيد لعدن مكانتها وللفن اعتباره كنا نعاني نفس المعانا بأنه ما فيش خشبة مسرح محترما نقدم في أعمالنا نحن عندنا أعمال كثيرة نحب أن نقدمه عندنا طموح أن نرتقي بالفن المسرحي العدني على وجه اليمن بشكل عام وعلى وجه الجزيرة لكن لأسف دائما نحطم من النهاية كل من نحاول نقدم خطوة يحاول أنهم يردعون نحن بأكثر بخطوة أنه على المكانية ما تسهج ما فيش دعومات نحن فرقة أهلية خاصة تعتمد في أكثر شيء على الرعاة تعتمد على الداعمين تعتمد على الدولة لو بتدعم نحنا لكن للأسف دي كل تغيى في أكثر الأحيان بسبب أنه الوضع العام عدم الاهتمام عدم المؤلم والمبالاة فده أتعب نحن جدا لكن فقده كله دائما نصر أن نحن نشتغل ولو على مجهودنا الشخصية أو على حسابنا الشخصية نشتغل لأنه ده شيء بالنسبة لنا هواية وحب أكثر من ما هو عمل فده اللي يخلينا دائما نستمر رغم كل التحديات التي تواجهنا وللمسرحي أيضا دوره التوعوي في المدارس وراء طاها أحد رواد المسرح المدرسي ويقوم حاليا مع كوكبة من المسرحيين في توعية طلاب مدارس عدن بمخاطر العنف والإرهاب موسيقى يوم من مخاطر حمل السلاح من الانضمام للمليشيات المسلحة من كيف يعني أنهم ينقروش أو ينخرطوش في المليشيات اللي بتتعب نحن وأنه يكون كل شيء تحت إطار الدولة أفضل من أن نرتقل الأعمال المسلحة دي ونخرب فإذا الكل أصبح يندرك تحت المليشيات المسرحة فبنقري على المحافظة السلام فحسن كده نحن نحاول نرد الشباب قليل من ندعهم أنهم يوقفوا حمل السلاح إطلاق الرصاص بالأعراس والمناسبات ففي هناك ساحات لإطلاق الرصاص أفضل من أن تطلقها في المدينة والآمنة اللي تعودنا أنها دائماً هي مدينة السلام ومدينة الأمان والتي تعودنا أنها مدنية خالية من السلاح فنحاول نوع الشباب من الفكرة دي على المشروع المستمر ومنتهاش ونطمع أنه بعد ما ننتهي في محافظة عدن أن ننطلق لباقي المحافظات